إلى شبوة حيث قال المدير العام لمديرة عسيلان العميد ناصر القحيح أن المديرية تشهد حراكا تنمويا في شق الطرقات وتوصيل الكهرباء الغازية إلى القرى النائية بالمديرية إضافة إلى بناء المدارس والتي دمرها الطيران أثناء الحرب وأضاف القحيح في تصريح للمهرية أن المديرية تشهد استقرارا أمنيا وانخفاضا ملحوظا لمعدل الجريمة نتابع هناك إنجازات عديد من الخدمات في المديرية من ضمنها خط الحماس عده وكذلك كهرباء بيحان عين عسيلان ذهباء الكهرباء الغازية وهناك مشروع على أره جباح مفرق الحماء خطوط الكهرباء للمناطق المحرومة من الكهرباء بجهود محافظة شبوة ونؤكد شكرا الجزيل للأخر محافظة شبوة باهتمامه من المديرية لما عانته من سابق في الفترات الماضية وكذلك نؤكد أن الأمن مستتب داخل مديرة عسيلان ولله الحمد وموضوع التربية والصحة هناك متابعة لأجل الوظائف التعاقدية في المديرية مع السلطة المحلية بالمحافظة وساعين لإيجاد حلول لهذه التعاقدات الوظيفية لأجل تحل إشكال المواطنين بالمديرية ترجمة نانسي قنقر